لا بتقول لي عايز تعقب على الكلام ده كان البان اللي هو كتبه يوم 9 يونيو و 67 وكان دي اللحظة الاساسية اللي بدأ فيها نجم يعني يخصص معظم شعر ومعظم ما يكتبه من شعر داعيا للمقاومة داعيا للتصدي للهزيمة داعيا الى ان الناس تمتلك وعيها وتمتلك يعني قدرتها لان تصنع مستقبلها بيدها وبعد ذلك في 68 بدأت الحركة الطلابية اللي خرجت احتجاجا على النكسة في سنة 68 ثم بعد ذلك تجددت بعد ذلك في السنوات التالية وخصوصا في السبعينيات فأحمد فؤاد النجم وجد فيها ضلطه التي ينشدها هذا هو الجيل الجديد الذي سيحرر مصر هذا هو الجيل الجديد الذي سيملك من الشجاعة والذي يعني لن يترك البكرة تضيع بسبب الخوف والخوف والراحة لانه من تأكيد الرمز هنا هو بقصة هذه يا مصر لو اتكلمنا على الفترة الاخيرة لماذا كان معارض شرس لنظام الاخوان لا النجم طبعا كان جزء من طيار الوطن المستنير كشاعر واللي كان يعني بيتعامل بيدرك مصر كوطن كوطن للمصريين جميعا وكان مبرأ من قد برغم تديونه وبرغم انه يعني هلأ في جزء من شعره جزء كبير من الغناء ومن الشعر الديني والصوفي كان بيستلهمه من الناس اللي هم محيطين حواليه لكنه مع ذلك كان مدرك اهمية فكرة الوطنية المصرية وفكرة انه مصر بلد للمصريين جميعا وبالتالي ايضا كان كل ضد كل الطيرات اللي هي يعني التي يعني تريد ان تعود بنا الى الوراء وهو كان من الاولى الناس اللي تنبهوا الى خطورة الاتجاه اللي تجهت الى مصر بعد 25 يناير ولكنه ايضا كعادته دائما كان فكرة انه كان متفائلا جدا على عكس كثيرين كان متفائلا جدا لان الشعب المصري سيقهر ذلك وسينيهه وانا اعتقد ان الكلام اللي قاله لكم في شهر مايو ده يمكن كان اقرب ما يكون الى نبوءة بالنسبة لانه يصل في 30 يوم هو مدرك جيدا انه هؤلاء الشباب سيكملوا هذه الثورة وسيكملوا عملية انه المصار الثوري يعود الى طريقه الطبيعي لبناء دولة وطنية ديمقراطية عادلة تظل للمصريين جميعهم اقريح وطنية دولة وطنية دولة role المترجم للقناة